ومعنا في الستوديو دكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي أهلا بك سيد الوزير أهلا سيد الوزير بداية ما الذي تبحثون أو وزراء الخارجية العرب اليوم بخصوص سوريا في الدوحة يعني أستاذ ليلى نحن نجتمع بعد اجتماع فاشل لمجلس الأمن الدولي بسبب استخدام حق النقضة والبيتو الروسي والصيني تجتمع المجموعة العربية في طار الجامعة العربية وتحديدا لجنة المتابعة للملف السوري نجتمع اليوم في الدوحة لنوجه رسالة قوية للشعب السوري ولقوى الثورة بأن نقف إلى جانبهم في معركتهم المشروع من أجل الحرية والكرامة ولنؤكد أن الحل السياسي لم يعد ممكن إلا برحيل نظام بشار الأسد يبدو أن المجموعة العربية موحدة في هذا المطلب وتصور نحن نعتبر هذا هو الموقف الطبيعي الآن خاصة بعد تطورات الأحداث الأخيرة النظام السوري يبدو أنه في ربع الساعة الأخير لم يعد من الممكن ولا من المقبول التمادي في استخدام القوة العسكرية هذا التقتيل العشوائي للنساء والأطفال وتعقب المدنيين في الأحياء الشعبية أتصور أن السيناريو السوري يتجه نحو مشاهد سابقة رأينا في العالم العربي وتحديدا في تونس وفي مصر نحن إزاء ثورة حقيقية ولا نملك مجموعة عربية إلا أن نتضامن مع شقائنا في سوريا ونقف إلى جانبهم في معركتهم من مشروع أجل الحرية والديمقراطية والعداد فرنسا تدفع بشدة قبيل هذا الاجتماع باتجاه فترة انتقالية سياسية وانتقال سياسي وتشكيل حكومة انتقالية هل هذا وارد بحثه في اجتماعكم؟ يعني لا أتصور ذلك نحن كنا نرى الحل اليمني في وقت من الأوقات إلى مدة قريبة ربما هو الحلول المثلة للحالة السورية ولكن تطورات الأوضاع تسير في اتجاه آخر يبدو لي حتى السيناريو اليمني لم يعد ممكنا إذا كان من الممكن تشكيل حكومة انتقالية فسيكون ذلك على أنقاذ النظام السوري من متوقع إذن سيد الوزير؟ أتوقع من الاجتماع أتوقع الاجتماع أن تكون لديه رسالة قوية المطالب رحيل نظام بشار الأسد وتحديد مرحلة انتقالية ضبط مرحلة انتقالية تقودها قوى المعارضة باتجاه تقنين الأوضاع وضبط الأوضاع حتى لا ينزق البلد لقدر الله نحو حرب أهلية المهم أن الحل السياسي يمر عبر الاستجابة لمطالب الشعب السوري وأتصور أن الشعب السوري ينتزع مكاسبه وينتزع حقوقه على الأرض بقوة الثورة وبفعل تضحيات الشباب السوري أتصور أن الحل لا يمكن أن يكون اليوم إلا على أنقاض النظام السوري نحن موحدون كمجموعة عربية في المطالبة برحيل النظام السوري هذا عن ما هو متوقع من الاجتماع أنت كيف ترى سيناريوهات نهاية الأزمة السورية أتصور أن المشهد لا يختلف كثيرا عما رأيناه في ثورات سابقة هذه ثورة تجتاح المنطقة العربية بدأت من تونس ومنها إلى مصر وكذلك انتقلت إلى ليبيا وأتصور أن الحالة السورية ستختلف كثيرا عما جرى في تونس أو جرى في مصر الشعب السوري لديه مطالب مشروعة في الحرية وفي العدالة وفي الكرامة والشعوب العربية شديدة تتأثر ببعضها البعض نفس المطالب نفس الشعرات نفس الصرخات التي رأيناها لكن المآلات ليست نفسها كما رأينا يعني ليس بالضرورة ولكن أتصور أن المآل النهائي سيكون متشابها في نهاية الأمر مهما كانت عملية المقاومة والممانعة من طرف الأنظمة السياسية الرافضة لعملية التغيير ستنتهي لا أقول الاستجابة ولكن ستضطر في نهاية الأمر للإذعان لمطالب شعوب وإما أن تضعن أو أن ترحل وليبدو لي أن السيناريو الأرجح الآن هو رحي نظام سوريا هل تنتبك مخاوف من حرب طائفية وامتداد الاقتتال إلى دول جوار السوري كما سمعنا من تصريحات عديدة؟ يعني المخاوف تبقى قائمة لأنه بحكم تعقيدات الوضع السوري وتعقيدات الوضع الإقليمي هناك لاعبين كثيرين يتدخلون اليوم في الحالة السورية وفي المشهد السوري لاعبين إقليمين ودوليين ولكن أتصور أن الشعب السوري قادر على شق طريقه نحو الاستقرار والأمن وأتصور أنه بعد رحيل النظام السوري من الممكن تشكيل حكومة ائتلاف وطني تشارك فيها مختلف القوى السياسية لقيادة البلد نحو بر الأمان ربما سن دستور جديد وإدارة المرحلة الانتقالية بقدر كبير من التوافق الوطني والعقلانية حتى يتم تجنيب البلد مخاطر الانزلاق نحو حرب أهلية بالتأكيد ستصيب أثارها المدمرة ليس الحالة السورية فقط بل عموم الوضع الإقليمي ونحن رأينا في تجارب سابقة مثلا ما وقع في العراق سنة 2003 كانت له تداعيات إقليمية واسعة النطاق ولكن أتصور أن الحل يمر بالضرورة اليوم عبر رحيل نظام بشار الأسد وأن تتحمل القوى السياسية الوطنية وقوى الثورة مسؤولية الوطنية لقيادة البلد نحو بر الأمان عبدالباس سيتا رئيس المجلس الوطني السوري بالأمس دعا إلى التحرك خارج إطار مجلس الأمن بعد الفشل المتتالي وتوجه بحديثه بشكل خاص إلى أصدقاء سورية هل مثل هذا التحرك وارد؟ يعني ممكن لأصدقاء مجموعة تصدقاء الشعب السوري وكذلك الجامعة العربية أن تتحمل مسؤوليتها وأن تكون لديها مواقف جريئة في مسندة ومعاضضة الشعب السوري ولكن لا أتصور أن الحل العسكري الآن التدخلات العسكرية الأجنبية مجدية لأن الشعب السوري يسير نحو حسم هذا الصراع بإمكانيات وأدواته الذاتية وبالتالي ليس هناك موجب للتدخلات العسكرية المهم اليوم دعم الثورة وقوى الثورة لتحسم هذه المعركة لصالح الشعب السوري هذا ما هو مطلوب شكرا جزيلا لك الدكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي شكرا جزيلا